موسيقى أثقلت اللامبالات والزيادات المتكررة في مختلف المنتجات الاستهلاكية كاهلة مختلف فئات المجتمع التونسي لا سيما محدد الداخل الذين تدحرجوا إلى ما تحت عتمة الفقر والخصاصة وحتى الموظفين بعد أن باتت مداخلهم لا تكفيهم حتى على قضاء يوم واحد موسيقى جميعهم اليوم أصبحوا عاجزين على توفير أبرز حاجيتهم الأساسية مثل السكن والملبس ما دفع معظمهم إلى اقتناء الملابس المستعملة من الفريب لعل ذلك يمكنه من الحفاظ ولو على قسط من مداخل موسيقى 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 لا أعطي سلعة لا أعطي سلعة هل ينبس لفريب أن ينبغي بك شيء؟ لا ينبغي بساقين ونحن نعمل وكو لا يوجد فرصة ينبغي بساطة تصور مائة كل يوم ويمكن نبيع ويمكن نفسك أقبل التونسي على الشراك كيف تراها الأقبل لنجي؟ في الفريبة شوية نقص برشة ما سنوات سنوات؟ سنوات بن علي يا حسراء كنت تحل البالة تشيخ عليها وتصور خير والبركة تحل البالة عبارة هيش فلوسك في الشرع قليل ولا عبدي بشي شري من الحوينة للبر الغليه برشة مع عبدي عادش قادر شي شري حاجة وتلقى دي مارك في الفريبة لما تلقى همش في المجازانات كيف تشترى هذه الجودة المالية؟ نعم فعما انتي الفلوس نعم لسعار فعما ها جودة عالية فعما متوسطة هل ولي نجم يشري من الفريبة لسوين معقولة؟ غليت هاي الفريبة كين تقبل معقولة توا غلي توا حتي تحطي ديك على حاجة يقول لك من خمستاش انتي ماشي شعب التونسي كانت نحلو الفريبة تايموت شعب التونسي كانت نحلو الفرنك ولا بالنسبة في الحانوت يلقاه بسبعين وثمانينات ما يخذوش عادي ياخذ عاشر الفرنك شعب التونسي تقول هنا يجي كل يوم صباحا يلوجه وقتش يحلو البولات بش يخذوه بالنسبة لهنا شعب التونسي نحلو الفريبة يموت نعم الأسوام معقولة في الفريبة نعم 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 هنا كم حيزة folders الاسواق نعم الغطة كم في الفريب؟ كم على الجودة أن تعمل لبس الفريب؟ تلقى فيه سلاح له تلقى فيه الفريب سعاد سعاد تلقى فيه كبوت أحلى من أحاسب ما فهمتها شنوع؟ وبالنسبة الزواء الذي عايشه كم الفريب يلبس لك حاجة به وتقام الفريب تلقى سعاد كبوت يعني مئتين الف ويشيري بعشرين خمستاش نالف يشيري ربعاشر اي شريه أو تيكي محال كبوت بعشرين الف فهم كبوت يعني مئتين دينار شريو اللي بيعوا في السلاحي من يجيبوا فيها السلاح؟ الفريب يجينا من بره لفريب جيب بلات من يتالي الفريب وهو العباد تتعدل القرس السيل حي الزهور تتعدل السمراني شبك شركات فهم؟ وتتعدل قبل الشركات والاية تتعدل الشركات الكبار تغسل وطاة في التفرز غادي فهمتها كان قبل يجي ديريكت للشعب التونس فارز واحد وكونتينارات الفريب راح ملعبات شوية راح ملعبات مهما كان مهما كان فهمة من 500 دينار البريمة غالي راو هان يقول لك البريمة غالي ما تقولش تقول ما جزاء ومعروفين زايدا راحوا ما يتعطاوش اللي يجي فما ناس تيقف هك ما يعطيكش البريمة يعطيش كون يعطيه جدا الجودة الجودة شنية الجودة وتعليس ما ينبس فريبا يعني ما يقولوا باهية ولا هاني قدتك بنيت بالنسبة للعباد المساكل باهية باهية بلخاس متع الصغار شنو باب بيجروت القعب العشرين الف وكل كيتاخدها بلثين ما مكن خيه الحقيقة عليش وحده ينكر فضل ربي أبرك 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 سطرة سطرة هيا لو كنت يمشي لفريب لعبة تتعرى هنقول كنت كو بغانتيس ناس كل جيل الفريب معات الشريحة لكل جيل معات اذاك هو اذاك المتنفس الوحيد بتاع التونسي هو الفريب قطر بلي بلي يكون توغلاء شوية اما قميم خير منه ولمبورتي مكتعرف تونسي ثبع ونس كل جيل يفرز من فريب راي ماذا تتعرى على جودة الماليبس في تلك الفريب؟ الجودة كالتي بها كالتي خارقة العادة معناتها تلقى صنعة كل طلياني ولا تلقى شنو اللي صنع معناتها باهزة لكس ملسب الاسعار معقولة رأى انه زويل ينجم يلبس من فريب نس كل جيل تفريب ولا ويفهم في الفريب ولا وغلى كان الفريب قبل ما فهمت بالنسبة للتونسي معقول هذي كان الناس كل تلبس من الفريب حتى الطابق متوسط وليس هابت تجد تلبس من الفريب حتى عنده يقول لك نختار النبس يحبي البسكاليتي والكاليتي موجودة كان في الفريب حظنا لي معناها كثريت العباد يشريموا الفريب في تونس فهمتني فسان الصبابة والواحد فهمت وحتى المنتوج التونسي معناها الجودة متاعه وما هيش في المستواة المطلوب برشة معامل كانت تقبله هنا موجودة هنا في تونس سكر فهمتنيين فهنا رجعت الناس كل الفريب فهو يجي قارن معناها ولا كسلعة الشنوى اللي يجيبوا فيها من بره فهو الحل بالنسبة للتونسي لحسب الميزانية متاعه فهو الفريب هذا هو فهمني الا شنو سؤال الاخر تحمل كيف يشترها الجودة انت عمال لبس الفريب كلها بس فعام الفريب شنية هي سلعة قديمة ساعات تلقى حاجات عندها جودة عالية وهي قديمة فهمتني مشكلة قديمة وكهو ساعات تبدأ بمنها حالتها مش خايبة فهم في قطعة مثلاً فهمتنيين ولا معناها ما زالت ما زالت تلبس ولا تخدم معناها مدة ويجي عندها جودة عالية فهمني متبقينا قديمة وكهو واندي كده تغسلها غسلة بها وتريقلها فهمني ولا ما زالت تعرف عليها انت قديمة ولا جريدة دونك مش مشكلة كبيرة عاشها ولا خمسات دينار تاخد بيها مصري اول رب جيام كل شي تاخو بيها ما عدش تبيع عندك انا بيع بالفين وبثلاثة وخمسمية كربات وواحد وكل شي يعني الزوالي نجمي يلبس هك زوالي نجمي يلبس يلبس ملا لا زواليش عنده ما عنده شي يشير جديد يوحل بعشها لا تكسيرو اولادو فهمني ولا علاقة التونسي بالفريب جايدة خاطر التونسي ما يلبس كان من الفريب فهمها ناس جيت تلبس من الفريب لبس علاج جيت اخو من الفريب خاطر كاليتي جايدة برشا وعما بالنسبة لان احنا ناخذوا سلعة من عند الفرنسير غالية برشا ما هو السبب؟ السبب اللي كونها يعني لدي العام لولد غالي في تونس وديوانت تولد تتكلف البالا بالنسبة لان احنا ما عاش لقين نروي احنا يعني نحلوا بالتها خمسمية نبيعوش منها بثلاثة مية تفهم فاي ولله محمد رسول الله تاخوا بالا بصون تزيد اطلع لك بصون ومن بعد بالا مثلا تاسرية وكمية هاي دينار مبيعوش منها بثلاثة مية تالف كانت قبل البالا خير والصومة خير ما عانت فهمت كيفاش تاو غلط غلط وصومة وما هيش السلعبية فهمت كيفاش بالنسبة لتاو ما عاش الشاريان كي ما قبل ما عاش الخدمة كي ما قبل وغلط علينا احنا خاطر مو المعمل زاد غلط عليه غالي علينا احنا لهنا كاو ما عاش نطلبوا ما عاش نتحسن الدنيا تبدل الوضع خل نخدموا نسكل نحن الشعبين بنسبة لنا نحن نخدموا ارواحنا بس بلايانا من جندوب وشينا نحب نخدم نحب ننتج نحب واعد ما عايبسة ماناش نتحركوا ماناش نخدموا ما ناقص الكريه غالي كل شاي معنى تناقص ناقص برشا ان شاء الله يبدلون ان شاء الله تحسن الامور ان شاء الله ندوش بشي شري 200 250 يشري من الفريب عاد خي هو طاوك القليك الزوالي ولا يشري من الفريب ما عاش كلهم كيف كيف وعلا الجودة متعمة لبس الفريب كيف اشتراها؟ بيحي كلتي بيحي مش كما سعاد تلقيها في الفريب خير ملا جديدة تلقي حاجة بيحي يلبس 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 الزوالي واللبس علي يزد انا كمواتنا تونسية نعيش البارق انا جيت سبيسيالمون بيش نقضي قضيتي واحوي يجي كل نشريهم كم الفريب نهارتي سمعت الفريب بش يتباطل في تونس بش يباطلوا الفريب اتوين ستتعرر بالحق بعناها هذي اللي معاولنا وهذي اللي مساعدنا نعيش البارق ومنتشريهم الفريب نجي نشي سبيسيال باختيارك اكيد وش ما عندك لا نعيش في مصر معناه مش البارق لا نعيش في مصر معناه مش البارق لا نعيش في مصر معناه الفريب رحم مرحمنا كل الفريب صالحة انا وامي واختي وكل ما نعكي على الجودة متعمالي بس الفريب باهي برا 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 لحويج العديين باهي صراح الاسوام الاسوام باهي فما الغالي وفما رخيص كل واحد على قد فريب طوغلي العبيد ما عش خالط عليه قبل كونه ناخذ قطعة دينار قطعة بخمسة مئة طوالي حلك من البالة دي لكت خمساشن الف وعشرين الف القطعة ما عش خالتين عليه فما شكون يقول لك إن الفضل ينسري من الفريب خاطر لقى حاجت معناها دو مارك خير حتى من البوتيك صحيح خير من البوتيك خير تاخو من الفريب تاخو حاجت دي مارك ما غاليين قبل كون تفرزتاي حاجتة أو اللي ويفرزوهم من القطعة دي مارك تحل بالا يفرزي لك القطعة القطعة اللي يبيح ومو هذا ما عش خالتك لقى الفريب غالي ما يقول لك عدم مشين اخو قطعة من بوتيك خير قطعة بعشرين الفريب دي مخير من البوتيك تاخو حاجت في الماركة في الكاليتين تعالى خميش في كل شي قدية الحاجة المفبنى هيا شح يتاوينا كيفيش شيري من حانوت سلعة بال ومتعطينيش انتي فاتورة بش نوصلها هنا لبلاستي وقالينا في الثنية نبديو خايفين على رويحنا ساعة ساعة تفكرنا سلعة يتاوي انتي عامل شاريكة تبيعلي تبيعلي بليش فاتورة قدية الاشكالية اللي قاعدين نعني وفيه احنا تاوي اشتركوا في القناة